تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس وأوضح المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية أن الجولة التفاقدية شملت الكباري التي تم إنشاؤها على طريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا والطريق الدائري الأوسطي وطريق الدائري الإقليمي ثم محور أم قمر الذي يربط طريق الإسماعيلية الزراعي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورا بطريق جينيفا وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر